بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رئيس جمهورياتنا الكريم وقائد مسيرتنا العظيم الحفل الكريم تحية تقدير وإجلال ومحبة في هذا اليوم المشهود الذي نسعد فيه بالاحتفال بليلة القدر ليلة نزول القرآن الكريم الدستور السماوي الذي صانه رب العزة وحمى وتكفل بحفظه حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لعافظون وحين قال رسل الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ورأينا حتى الأعداء للقرآن يشهدون له فقال قائلهم قديماً إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لبغدق، وإنه يعلوى ما يُعلى عليه، وسمعه الجن، فانطلق مرددًا في الآفاق، إن سمعنا قرآنًا عجبًا، يهدي إلى الرشد، فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحداً، سمعه أحد المستشرقين، فآمن بالقرآن، وبمن أنزل القرآن، وبمن أنزل عليه القرآن، وقال لو وجد هذا الكتاب، أي المصعف، في فلاه، يعني في صحراء، ولم نعرف من جاء به، لعلمنا أنه من عند الله، من هنا كان جديرًا بنا أن نلتقي في هذه الرحاب المباركة، في هذه الليلة العظيمة، مع قائد مسيرتنا، ورئيس جمهوريتنا، الذي أقول له لمصر في عهدكم عزمٌ وإصرارٌ، ألا يبيت بها عنفٌ ولا عارٌ